موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله في برنامج غيظ من فيض دخل الأصمعي يوما على هارون الرشيد بعد غيبة كانت منه فقال له الرشيد يا أصمعي كيف كنت بعدي فقال ما لاقتني بعدك أرض فتبسم الرشيد فلما خرج الناس قال الأصمعي ما معنى قولك ما لاقتني أرض قال ما استقرت بأرض كما يقال فلان لا يليق شيئا أي لا يستقر معه شيئا فقال الرشيد هذا حسن ولكن لا ينبغي أن تكلمني بين يدي الناس إلا بما أفهمه فإذا خلوت فعلمني فأنه يقبح بالسلطان ألا يكون عارما إما أن أسكت فيعلم الناس أني لا أفهم إذا لم أجب وإما أن أجيب بغير الجواب فيعلم من حولي أني لم أفهم ما قلت قال الأصمعي فعلمني الرشيد يومها أكثر مما علمته حياكم الله ومشاهدين في حلقة جديدة برنامج غيظ من فيض أهلا وسهلا بك دكتور حاتم القضاء دكتور في مناهج اللغة العربية وأساليب تجريسها معنا في حلقة غيظ من فيض حياك الله حياك الله خير اليوم دكتور حاتم جهس لنا موضوع جدا جميل في اللغة العربية وهي المترادفات والأضاد نعم ما هي في البداية أن أخذ الترادفات أو الترادف دكتور لغة واصطلاحا؟ بالنسبة للترادف لغة واحد من معانيه التشابه واصطلاحا هو التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ كثيرة ولذلك عندما نقول مثلا كأس وقدح مائدة وخوان نعم هذه بعض الأمثلة على موضوع الترادف وهو موضوع أو يعد ظاهرة لغوية من الظواهر التي تبين جمالية اللغة العربية كذلك وفيه تفاصيل سيأتي الحديث عنها من حيث أنواعه مع أمثلة على هذه الأمثلة هو ينقسم إلى قسمين الترادف دكتور؟ هناك ترادف جزئي وهناك ترادف تام بالنسبة للترادف التام اتفاق الكلمتين فيما تعارف عليه الناس مثل لما أقول جلس وقعد قام وقف نام رقد فيعني يتفق الناس على أن المعنيين متشابهين تماما يعني يدلان على شيء واحد الترادف الناقص أو بيسموه الترادف غير التام يعني فيه اختلاف قليل يعني مثلا لما نقول بعض الكلمات مثل أب ووالد أب ووالد ليس متفقين في اللفظ ولكن يعبران عن شيء واحد أم ووالدة هذا يسمى ترادف جزئي وليس ترادفا تام تاما نعم هذا بالنسبة للترادف وأنواع الترادف بحيث أنه ينقسم إلى قسمين هل حقا دكتور يعني اختلف اللغويين قديما وحديثا حول حقيقة وجود الترادف في اللغة العربية بين مثبت وأيضا مذكر نعم الحقيقة أنه اللغويين أيضا اختلفوا في موضوع الترادف فبعضهم أقره وجعله ظاهرة ثابتة موجودة في اللغة واستشهد بكثير من الشواهد في حين أن فريقا آخر رفض وقال أن هناك معاني إضافية وعلى رأسهم أبو هلال العسكري الذي ألف كتابا خاصا سماه الفروق اللغوية نعم فهو يميز بين المفردات مثل قبل قليل ذكرنا كأس وقدح بالنسبة له لا يسمى الكأس قدحا إلا إذا كان فيه شراب نعم المائدة والخوان لا تسمى مائدة إلا إذا كان عليها طعام عليها طعام أما إذا لم يكن عليها طعام فهي خوان وهكذا يعني جاء بأمثال وأمثلة كثيرة لكي يثبت وجهة نظره لكي يبين أن الترادف غير موجود وأن كل كلمة في اللغة وضعت لتدل على شيء معين معنا معين نعم هذا بالنسبة دكتور للمترادفات بالنسبة للأضاد أيضا لغة واصطلاحا ماذا تعني لغة واصطلاحا؟ الأضاد يعني الأشياء المتناقضة أو المتعاكسة بالنسبة للإصطلاح فهي ظاهرة لغوية مدهشة بحيث تأتي اللفظة الواحدة لتدل على شيء وضده والذي يحدد المعنى المقصود هو سياق الجملة والأمثلة على ذلك كثيرة نأخذ منها الفعل بانا الفعل بانا يأتي بمعنى ظهرة ووضحة ويأتي بمعنى ذهبة نعم يختلف معناها على حسب سياق الجملة؟ نعم مثلا لما نقول بانت الشمس يعني ظهرت ظهرت أما في وقت الغروب فنستطيع أن نقول بانت الشمس إذا اختفت اختفت ومنه قول الشاعر بانت سعاد فقلب لي وما تقوله إلى آخر هذه الأمثلة أيضا من الأضداد قول العرب لمن لدغته حية أو عقرب سليم سليم هنا بمعنى لديغ نعم يعني الذي لدغته الحية أو العقرب يقولون سليم ويقولون عنه لديغ وكلمة سليم نفسها لها معنى آخر اللي هو عكس المريض صحيح والأمثلة على ذلك كثيرة الجون كلمة الجون تعني الأبيض والأسود في اللغة يعني تجمج بين اللونين مع أن اللونين يختلفان تماما بالتأكيد فهذه شواهد وأمثلة مثلا عندما قال الشاعر بنتم وبنا بنتم وبنا بما معنات؟ يعني كلمة بانا التي ذكرناها في البداية تعني ظهر وتعني اختفى وابتعدى نعم فهذه بعض الأمثلة التي توضح فكرة الأضداد في اللغة نعم يسعى إلى إبراز المعنى بصورة غير مباشرة استخدام الخيال استخدام الصورة الفنية لأن الشعر إذا كان مباشرا لا تكون فيه متعة ليس فيه نعم يعني يقاس الشعر من الناحية الفنية بالصور الخيالية والجمالية التي توجد فيه السجع وما إلى ذلك هاي محسنات هذا شيء إضافي يسمى محسنات طيب دكتور بما أن اللغة العربية يعني تشمل هذه الأضداد والمترادفات استخدمت كثيرا في الشعر سابقا وفي بناء الأبيات الشعرية حتى تعطي جماليات في الشعر فأيضا وجودها في اللغة العربية لها أهمية بالنسبة للتضاد وأيضا المترادفات حتى تعطي معنى أدقلي الجملة أو تبرز معنى الجملة نعم هناك شواهد كثيرة إحنا أعطينا بعض هذه الشواهد قبل أن تجيبنا على هذا السؤال أي فرع من أفرع اللغة العربية يستهويك في الدراسة يعني تذكرت أنك حاولت أنك يعني تأخذ الكثير من علم أصول الفقه ولكن كان صعب بالنسبة لأي شخص أن يدخل في تفاصيل علم الفقه يعني الموضوع الذي يستهويني أكثر شيء هو موضوع النحو النحو خلافا لأراء كثير من الناس وربما يكون هذا سبب الدراسة الأولى هذا عكس الطلاب طلاب المنارس نعم الدراسة الأولى هو لو عرف يعني الناس حقيقة النحو وأهميته في فهم نصوص القرآن الكريم في فهم اللغة العربية لا أدركوا أن النحو موضوع أسهل مما يتخيلون أسهل بكثير مما يتخيل الناس لأنه في مجموعة من القواعد وهذه القواعد تتكرر معك في كل نصوص اللغة العربية صحيح قواعد النحو يمكن أن تلخص في صفحتين قواعد النحو نعم مع شواهدها مع أمثلة وإذا استطاع حتى أنا كنت قد جهزت يعني ورقة من هذا الملخص لقواعد اللغة العربية علامات الإعراب لأننا استعرضها مع مشاهدينا في الحلقات القادمة نعم وهذه دليل مؤكد على أن مسألة النحو ليست كما يتوهم الناس بهذه الصعوبة وبهذه يعني كأنها ظاهرة يعني مرعبة صحبة نعم مستمر لنا معك دكتور حاتم القضاء في هذا الموضوع الشيق في حلقتنا لهذا اليوم ولكن وقفة قصيرة مشاهدينا بعدها نتابع معكم غيظ من فيض مستمرين معكم مشاهدينا في برنامج غيظ من فيض وأرحب مرتنا أخرى بدكتور حاتم القضاء دكتور مرحبا وسهلا بك في برنامج غيظ من فيض وأنا ستكمل حوارنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم دكتور مثل ما نعرف أن اللغة العربية فيها الكثير من المعاني وسوف نذهب معك إلى الجمهور من خلال استفتاءنا عن معنى كلمة معينة وسنرى ماذا يجيب الجمهور عن معنى هذه الكلمة ولا نعوده والله أنا حسب معلوماتي هي تعني أصل كل شيء يعني هذه حسب معلوماتي يعني كلمة عقر إلا هي عقر الدار يعني عقر دار يعني داري أنا في بيتي يعني مثلا إذا قلت لك بيك في عقر دارك يعني أنا بيك في بيتك كذي يعني والله على حسب معلوماتي يعني هي عقر الدار تقريبا عقر الدار نعم هذا على حسب اللي فهمي أنا عقر من عاقر يعدم القدرة على الإنجاب تابعنا معكم مشاهدين اختلاف الآراء عن معنى كلمة عقر دكتور ما معنى هذه الكلمة والإيجابة الصحيحة لهذه الكلمة نعم من خلال الاستقراء المعاجم توجد عدة معاني لهذه الكلمة وتتحدد هذه المعاني من خلال الجملة فمثلا عندما نقول العقر من النار يعني أصلها الذي تتأجج منه نعم والعقر من الدار وسطها عندما نقول مثلا غزوهم في عقر دارهم يعني في أصلها وفي وسطها هل هي يعني ممكن ترادف معنى قاع أو أصل أو بعيدا أصل هي معناها أصل أصل ووسط والعقر أيضا في عقر دارك واحد من الأدوية دواء يمنع الحمل نعم اسمه العقر وكذلك يعني خيار الكلأ خيار العشب نعم يسموه العقر هو أفضل العشب الذي ترعاه الإبل وترعاه الغنم والعقر محلة القوم أو مسكنهم يعني أكاد مسكنهم أو دارهم التي يسكنونها نعم فنلاحظ أن الكلمة الواحدة تختلف بحركات واحدة يختلف معناها بحسب السياح هذا مثل ما تحدثنا في حلقات سابقة دكتور نعم أختلف المعنى ألف الخليل معجم العين هنا اسم كتاب مثلا انتفعت بمصلحة أو بقيمة هذا البيت وتركت عينه لصاحبه يعني العين هو الشيء ذاته نعم وعندما أقول رأيت الفارس عينه نفسه هي توكيد يعني نفسه نفس الفارس فلاحظ أن الكلمة الواحدة عندما تستخدم في جمل متنوعة يتغير معناها نعم يعني دكتور كلمة عقر هي من أصل الشيء نعم عقر الشيء أصله ووسطه نعم أصل الشيء ووسطه طيب دكتور مستمرين في حلقتنا لهذا اليوم ونتحدث أيضا من بعد ما تعرفنا على معنى كلمة عقر نتحدث عن الأخطاء اللغوية الشائعة وعندما نتحدث عن الأخطاء اللغوية دكتور حاتم يعني يرتاح شوي يشعر بالارتياح لأنه يصحح لنا بعض الأخطاء التي قد نقع فيها وهي أخطاء شائعة نستخدمها في حياتنا بدون من ندرك أن هذه الكلمة خاطئة عندما نستخدمها بطريقة معينة من الأخطاء اللغوية الشائعة التي قد نستخدمها أن نقول أجب على السؤال أم نقول أجب عن السؤال هذا الصواب أجب عن السؤال عن السؤال ما الفرقه دكتور؟ ودائما نستشهد بفصيح الكلام يقول الحسان بن ثابت في إحدى قصائده وهو طبعا من الناس الذين يعيشون ضمن أو عاشوا ضمن عصر الاحتجاج يخاطب أحد شعراء المشركين قائلا هجوت محمدا يعني أنت هجوت محمدا النبي صلى الله عليه وسلم فأجبت عنه فأجبت عنه فشركما لخيركم الفداء فعندما يقول حسان بن ثابت أجبت عنه معنى ذلك هو الأقرب إلى الاستخدام الصحيح واللغوي منا في القرن الحادي والعشرين فيعني الواضح أن أجبت عنه أو أجبت عن السؤال هو الاستخدام الصحيح أما أجبت على فحرف الجر هنا على لا وجه الاستخدامي نعم معنى نحن نستخدمها كثير دكتور في حديثنا أيضا عندما نقول طيلة اليوم هل صحيح أن نستخدمها نقول طيلة اليوم أم نقول طوال اليوم طيلة اليوم غير موجودة في الفصيح من الكلام أبدا ولكن طوال هو الموجود ويقول مجنون ليلى اللي هو الشاعر المعروف لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية فهذا استخدم كلمة طوال وهو أيضا من الناس الذين يعني يحتجوا بكلامهم نعم يعني لا نقول طيلة اليوم إنما طوال اليوم طوال اليوم نعم أيضا عندما نقول دكتور الكتف اليمنى أم نقول الكتف الأيمن ونحن نقول دائما الكتف اليمنى واليسرة لا هنا مخالفة لقاعدة نحوية تقول بأن الصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث صحيح الكتف مذكر فنقول الكتف الأيمن فنقول الكتف الأيمن لأن الأيمن صفة للكتف ونقول اليد اليمنى لأن اليد هنا مؤنة فاليمنى تتبعها نعم وطبعا من الأشياء أيضا التي يمكن أن يقع الناس فيها أيضا كلمة بئر الناس يظنون أن كلمة بئر مذكر مع أن القرآن الكريم يعني ورد في سورة الحج قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد أنتها نعم وفعلا أنا أعتقد أن بئر هي مذكر فالنص القرآني واضح وبئر معطلة ما قال معطل معطلة معطلة فهنا الصفة تبعت الموصوف نعم سبحان الله يعني أيضا قراءة القرآن الكريم مثل ما ذكرت دكتور هي تعرفنا على اللغة العربية وقواعدها من ناحية النحو وغيرها أيضا دكتور عندما نقول الشريعة السمحة أم نقول الشريعة السمحة السمحة غير موجودة أيضا نفس الشيء الشريعة السمحة السمحة الشريعة السمحة لماذا نفس السبب السابق دائما يعني توسعا في القاعدة الصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث وفي الإعراب يعني في الإفراد والتثنية والجمع نعم فلذلك الصواب أن نقول الشريعة السمحة السمحة ولا نقول السمحة نعم يعني دائما الصفة تتبع الموصوف نعم في أكثر من شيء تتبعه في أكثر من شيء في الحركة الإعرابية نعم في التذكير والتأنيث تتبعه في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع نعم ممكن نأخذ عليها أمثلة دكتور مثلا عندما نقول حضر الطالبان المجتهدان الطالبان مش بهدان الطالبان مش بهدان الطالبان مؤنث والصفة يجب أن تكون من جنس الموصوف والشواهد كثيرة يعني حتى في القرآن الكريم وحتى في الأحاديث النبوية وحتى في الشعر نجد الكثير من الشواهد غير الكلام المصنوع أو الجمل التي يؤلفها الناس يعني الله عز وجل عندما قال ناصية كاذبة خاطئة نعم ناصية كاذبة خاطئة كلمة كاذبة صفة لناصية فجاءت مؤنثة وجاءت مجرورة إذن تبعتها في الحركة الإعرابية وتبعتها كذلك في التأنيث طيب دكتور يعني نفهم أن الصفة تتبع الموصوف بأعلامة التبكير في عدة جوانب نعم من الأخطاء اللغوية الشائعة دكتور بعدما توسعنا بها ننتقل إلى نابغة حلقتنا لهذا اليوم وهو قائل ومن لم يذق مرة تعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته وهو أيضا قائل أول العلم الصمت والثاني الاستماع والثالث الحفظ والرابع العمل والخامس نشرة دعونا مشاهدين نتابع هذا التقرير ولا نعوده ترجمة نانسي قنقر تبعنا معكم مشاهدين هذا التقرير عن النابغة الأصمعي دكتور أكيد هذا الاسم مشهور في عالم اللغة العربية فلو تحدثنا عن هذه أشخاصية أنا أطرب عندما أسمع اسم الأصمعي لماذا؟ لأنه من الأشخاص الذين كرسوا حياتهم لطلب العلم في مجال اللغة العربية واسمه عبد الملك ابن قريب عبد الملك ابن قريب الباهلي وهو من مواليد 121 هجرية ويروى أنه كان كثير التطوافي في البلاد يعني يرتحل في طلب العلم يذهب إلى البوادي لماذا؟ لأنه يلتمس اللغة الفصيحة والشواهد عند أهل البادية لأنهم لم يساكنوا أهل الحضر ولم تفسد لغتهم أو تصبح لغة لينة لذلك هو يجد عندهم ضالته ويبحث كثيرا عن الشواهد وعن اللغة التي يعني يحاول هو أن يجتهد فيها وأن يتميز وقد صاحب هارون الرشيد وعلم هارون الرشيد كثيرا من الأشياء المتعلقة باللغة العربية وله مؤلفات كثيرة وقد كان ناقدا يعني له وجهة نظر في المسائل النقدية في مسائل الشعر ومن مؤلفاته كتاب الخيل من مؤلفاته كذلك كتاب اسم الإبل يعني نلاحظ أنه ألف في اللغة وألف في علم الحيوان وله كتاب اسمه الفارق وتحدث فيه عن الحيوانات النادرة بمعنى أنه قدم شيئا جديدا للناس في عصره وله كتاب الوحوش يتحدث فيه أيضا عن الحيوانات البرية وكان هارون الرشيد يسميه شيطان الشعر لكثرة خبرته في مجال الشعر ومن الطرائف التي قرأتها عن الأصمعي وصلنا للطرائف هذا الجميل الطرائف في نهاية حلقتنا نعم كان يطوف حول الكعبة ذات يوم فسمع رجلا يدعو بحرارة ويقول اللهم أمتني ميتة أبي خارجة يعني أثار هذا فضوله وتبع الرجل حتى جلس يستريح فقال يا أخ العرب أريد أن أسألك عن أبي خارج هذا كيف مات من هو نعم يعني ظن أنه أحد الأولياء والصالحين فقال هذا رجل أكل حتى شبعة وشرب حتى ارتوى وجلس في الشمس فمات فمات شبعان ريان دفعان فضحك الأصمعي يعني وتعجب من هذا من هذه الميتة يعني هذه الميتة التي يسعى للشخص أن يتوفاه الله طبعا بهذه الطرفة الدكتور نكون قد وصلنا لهاية حلقتنا لهذا اليوم أتمنى مشاهدين أن استفدتم من حلقتنا وفدناكم وأيضا قدم لنا الدكتور حاتم كل ما هو لديه من معلومات في مجال اللغة العربية نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة